اشتركوا في القناة في مباراة فريقه الشباب السعودية وهذه تفاصيل اصابتها مكافأة كبيرة لحكم زياش بعد تألقه في الدوري التركي نادي اتحاد جدة السعودية يعلن عن موعد عودة المغرب عبد الرزق حمد الله إلى تشكيلة الفريق بعد غيابه بسبب الاصابة يوسف نصيري يستعيد حصه التهديف مع ايش بريا بعد السيام دام خمس مباريات تفاعلت الصحافة العالمية مع خبر فوز المغرب بشرف تنظيم كأس أمم افريقيا نسخة 2025 وأعلن الاتحاد الافريقي يوم الأربعاء عن منح المغرب شرف تنظيم كأس أمم افريقيا 2025 بعد التصويت لصالحي بن إجماع خلال التجمع للمكتب التنفيذي للكاف ونشرت صحيفة أطلندر إسبانيا مقالا بعنوان سيحتفل المغرب بكأس أمم افريقيا 2025 وسيستعد لكأس العالم مبارزة أن فوز المملكة المغربية بشرف تنظيم الكانا هو خطوة مهمة لنجح ملف استضافة كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال ومن جهة أخرى عنوان موقع أفريكورثفول كأس أمم إفريقيا 2025 المغرب فائز بالضربة القادية وشيدا بالملف الذي قدمته الجامعة الملكية المغربية لاحتضان بطولة القارية واكتفت صحيفة لكيب الفرنسية موقع سكايسبورث نشرت خبر فوز المغرب بشكل كلاسيكي تحت عنوان المغرب يصديف كأس أمم إفريقيا 2025 وتنظيم تلاثيا النسخة 2027 مع ذكرى تفاصيل أحداث اجتماع المكتب التنفيذي للكاف تحوم الشكول حول مشاركة الدول المغربية غانيم رمانسيس مع فريقه الشباب في مواجهة الهلال برسم الجولة الثانية من دور رشن السعودية المقرر الجمع القادمة وذكرت تقارير سعودية أن إصابة التي تعرض لها على المستوى العضلة الخلفية خلال مباراة الشباب أمام الباطن في كأس خادم الحرمي الشريفين وأوضحت المصادر ذاتها أن الطاقم التقني بقيادة المدرب المؤقت لأرجنتيني خوان بارون ينتظر قرار الجهاز الطبي لتحديد مشاركة عامل الأسود غانيم سيس أمام الهلال من عدمها واكتفى سيس عامل الأسود بمشاركة يوم في التدريبات القاع الرياضية دون أن يشارك في التدريب لجماعي لفريقه استعدادا لهذه المباراة الهامة في الدور السعودية وتجدر الإشارة إلى أن الدول المغربي غانيم رومانسيس عامل الأسود كان قد انتقل إلى الشباب السعودي قادما إليه من نادي السد القطري على سبيل إعارا قامت مجلة نادي غلط سري التركي لكرة القدم بتصور نجم المغربي حاكم زياش على غلاف عددها الذي صدر يوم أمس الاثنين وتم تقديم هذا العدد مجانا للجمهور من قبل إدارة الندي وتقريرها وصفت المجلة زياش بأنه ساحر وفنان يبهر الجماهير بمهارته في التحكم بالكرة وصناعة الفارقة في منتصف الميدانة منذ اندمام حكم زياش إلى الندي غلط سري التركي استعد بريقه وقدم أداءا رائعا وحتى أنه سجل هدفا في المباراة الأخيرة نهاية الأسبوع الماضية وفي سياق متصلة أفادت المصادر المقربة من المدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الرجراجي بأنه قم بالاتصال بحكيم زياش بهدف استدعائه للاندمام إلى معسكر الفريق الوطني وأوضحت المصادر أن الرجراجي ناقش مع اللاعب زياش ضرورة تجهيز نفسه للمشاركة في المعسكر التدريب المقبلة مع المنتخب الوطني وعلى نفس السياق أبدأ حكيم زياش موافقته على هذا الاقتراح وعبر عن استعداده للعودة إلى المغرب والاندمام إلى زملائه في المنتخب خلال الشهر المقبل ويفضل وليد الرجراجي أن يكون زياش حاضرا مع منتخب بلاده في المباراة القادمة كشف نادي الاتحاد جد السعودي مساء اليوم عن آخر تطورات إصابة تنائي المغربي عبد الرزق حمد الله والبرازيلي إيكور كورنادو الذي تعرض لها لفترة الماضية ونشر نادي اتحاد جد السعودي عبر حسابه في مواقع إكس إن الثنائي عبد الرزق حمد الله وإيكور كورنادو سوف ينضمان إلى معسكر الفريق مساء اليوم استعدادا لمواجهة الفيحاء الجمعة المقبلة وغاب الثنائي عبد الرزق حمد الله وإيكور كورنادو عن مباراة فريق إيمال الاتحاد مؤخرا بدع الإصابة التي كانت عرض لها وكان وليد الرجراجي يتخوف من تفاقم إصابة المغربي عبد الرزق حمد الله بعد اقتراب كأس أمم إفريقيا الكوديفور 2023 خصوصا أن الرجراجي يضع عبد الرزق حمد الله من بين اختياراته الأساسية التي يعتمد عليها داخل الأسود وضع الدولي المغربي يوسف انصيري حدا لصيامه التهديفي وتصالح يمتلتاء الماضي معها الشباك بعد أن سجل هدف الأول لفريقه إشبريا في الشباك أميريا التي انتهت بخمسة لواحدة في الجولة السابعة من الدول الإسبانية وظل يوسف انصيري صامتا وعاجزا عن التهديف في خمس مباريات متشارية حيث فشل في تسجيل منذ 16 يونيو الماضي عندما هز الشباك مونشستر سيتي في السوبر الأوروبية ويعيش انصيري بعض من الضغوطات الصعبة في إشبريا بعد أن تحول إلى لعب بديل في المباراتين السابقتين في الدول الإسبانية قبل أن يعود التشكيل الرسمي يوم الثلاث الماضي ويسجل هدفنا في شباك أميريا شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر